وبمقر وزارة الموارد المائية عقد اليوم وزير الموارد المائية علي حمام ووزير السكن والعمران والمدينة كاميل بلجود عقد اجتماع عن تنسيقية رفقة إطارات القطاعين بخصوص تزويد المشاريع السكنية المنجزة على المستوى الوطني بالماء الشروب وكذا تهيئتها بقنوات الصرف الصحي لتسليمها في أقرب الأجال للمواطنين دراس كل القنوات المتبقية الخاصة بهذه الأحياء السكنية والأقطاب الجديدة هو كيفية إيصال المياه السلحة للشر سواء عن طريق المياه الجوفية وطريق المياه السلحية ثانيا الصرف الصحي وهذا التشاور هذا ونيد خلد من ناحية التقنية كيفية معالجة وإتمام كل الأشغال ندرس حتى المبالغ التقنية الموجودة عندنا وأكد مرة أخرى أن كل مبالغ المالية الدولة خاصة متواجدة وإن السكانات بالآلاف بعشرات الآلاف عندنا تقريبا مئتين ألف سكن واجدة ومنقوسة من التهيئة الخارجية اليوم رانا مع وزارة الرئي كذلك لنظر في هذه إشكالية إيصال المياه إلى كافة الأحياء التي سوف يتم وضعها تحت تصرف المواطنين